بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود على حليبي ان شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن القشاء الخلية اما بالنسبة لقشاء الخلية فهو يتكون من الليبيديات والبروتين والكربوهدرات ويقوم بتنظيم حركة مرور الجزئيات من والى الخلية ويقوم ايضا بعدد من الوظائف الاخرى منها انه يعمل كمستقبل لكل الهرمونات البروتينية يستقبل الهرمونات البروتينية ويستقبل الهرمونات البيبي تي دية كما انه لها عديد من الوظائف الهامة والاخرى التي سوف نذكرها باذن الله تعالى في الدروس القادمة السيتوبلازما يحتوي على عديد من العضيات الخلوية والعضيات البعض يطلق عليها التراكيب الخلوية الدقيقة وكلمة دقيقة يعني اعضاء سقيرة او بسيطة داخل جسم الخلية وهذه العضيات لها وظائف خاصة طبعا خاصة داخل الخلية طبعا وهي مدونة بجداول وامور مهمة لازم تطبقها وتسويها هذه العضيات وأقلب هذه العضيات محاطة بجدار قشاء وتكون تحت مكونات معينة داخل السيتوبلازما وهذه المكونات لازمة للوظائف المعقدة للخلية ويمكن تشبيه هذا العضيات بالمصانع التي تحتوي على عدة أقسام وخصائص وتخصص معين هذه الأقسام كل قسم متخصص في شيء معين زي ما ذكرنا قبل طبعا هذه الأقسام معقدة جدا لدرجة أنه يمكن تشبيه هذه المصنع بعدة أهداف معينة داخلها وهذه الأهداف عبارة عن إنتاج مواد معين يأمر فيه الجين طبعا وأيضا هناك بعض العضيات الغير مقلفة بجدار أو قشاء من أمثلتها الرايبوزومات هالرايبوزومات عبارة عن عضيات غير مقلفة وأيضا في نوع آخر اسمه القنيات الدقيقة تعتبر مصانع غير مقلفة بقشاء خلية أبدا يعني تكون مفتوح وهذه موجودة في السيتو بلازما وأيضا تؤدي إلى وضائف هامة تعمل على أمور هامة سوف نتعرض لها بالشرح المفصل بإذن الله في الدروس القادمة وأيضا توجد شبكة القنيات البروتينية الغير مقلفة بقشاء الخلية داخل الخيوط التي تسمى بالهيكل الخلوي وهذه تعطي الشكل المظهري للخلية كما تساعد على تنظيم السيتو بلازما مهم جدا نعرف هذه الأمور لما نتعمق داخل القشاء الخلية إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله نتعمق بالهيكل الخلوي في الدروس القادمة إن شاء الله